بحث المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي بالمكلة مع مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بالساحل حضرموت الأستاذ آمين بعباد سبل تعزيز العلاقة التكاملية بين الجانبين وأكد العميد المنهالي خلال اللقاء وقوف الجهزة الأمنية مع قيادة التربية والتعليم لتدليل الصعوبات وإرساء مداميك العملية التربوية والتثاث الأفات والظواهر السلبية بين أوساط الطلاب مشيرا إلى أن هذا التعزيز العلاقة بين الجانبين سيؤثر إيجابيا في تفعيل الجوانب التوعوية المشتركة ومن جانبها أكد الأستاذ بعباد أهمية تمتين هذه العلاقة وتفعيل الجوانب التوعوية بما يفضي إلى محاربة الظواهر السلبية ترجمة نانسي قنقر